الضوضاء هي خليط من الأصوات الغير مرغوب فيها والتي تؤثر على نشاط العاملين وإنتاجهم فضلا عن تأثيرها على السمع والجهاز العصبي وأجهزة الإنسان الأخرى فهي ظاهرة صوتية غير مرغوب بها بصرف النظر عن طبيعتها وشدتها يطلق عليها مسمى الضوضاء وتعتبر الضوضاء الزائدة مصدر للزعاج البي الذي يعرض صحة الإنسان للخطر وما تم التسميته بالتلوث السمعي يمكن أن تنجم الضوضاء عن المركبات مثلا السيارات والطائرات والقطارات ومكبرات الصوت ومولدات الكهرباء أضرار الضوضاء أولا الإذاة بجسم الإنسان يسبب الصوت المرتفع والمستمر في فقدان الموقت أو الدارم للسمع وزيادة الضغط الدم والتشويش في نبض القلب وزيادة الإبرينالين والتشويش الأداء السليم وضيفة الكليتين والتعب ثانيا الضرن النفسية للإنسان تثير الضجاج شعور بالخوف والضغط على الأعصاب والقدرة للتركيز بالأفكار والعمل والتعلم وأخيرا تعتور الضوضاء الزايدة نوعا من العنف لأنها تثير الإحساس بالعجز والإعباء والرغبة في استعمال العنف ضد مصدر الضوضاء مع السلامة لا تنسوا متابعتي والاشتراك بالقناة موسيقى 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 أن أي معلومات تتبع لا تعرف إلا من خلال التقليد الشفهي موسيقى موسيقى